السلام ان شاء الله كامل تكونوا بخير و صحتكم بخير و ان شاء الله يلقى لكم هذا الفيديو بصحة جيدة اليوم لدي روصفت و طلبتوها بثاف مني كالحضرتها في الانستغرام بهالطريقة و اعجبتكم بثاف و درتها لكم ما بقيش في خاطركم قبل ما يبدو الوصفة دينا جام كومونت اخ شباب ابوني وفعل الجلس الى ما راكم شو مفعلين اخترحتها طيو نبدو وصفتنا اليوم نسحقوا كيلوتها غبر تلوس اللي راه يتباع متواجدة في الاسواق تتباع واجدة بلا ما ترحوها مقابلها 500 غرام تاع سكر ناعم ما نديروش كيلو بكيلو لا تجيكم تقهم ما توليش تومه تولي سكر عمركم ما تديروها هكا و دوكم نقولكم عنها ما تديروها هكا المهم كيلو تاع غبرة اللوز ب 500 غرام تاع سكر ناعم دوكم فهمكم مليح الوصفة رحو غير بالعقل و فهمو وقعوش نشرح نخلط مليح الوصف مع السكر و نرحيهم مرة اخرى لكي السكر يدخل مع اللوز هذه المرحلة الاولى و نجوزهم في الصفايا كما راكو تتوفو غبرة اللوز نعود نرحيها مع السكر و نجوزهم في الصفايا نهبط بيده ماشي معنى تالية هبط برك هذا هو اللوز و الباقي نخليه لا لا كيبقى لي هاد شوية ان نحيه نعود نرحيه إليها بطليه بطليه إليها ما هبط معليش هذا نحوه دايما نزيدو شوية زيادة اللوز حسبو باللي 51 غرام و لاكو حتنحوها كي هنا صفيتو سيجوزتو في الصفايا قصدي و لاف السيار كما حبيتو ناخد ميات غرام تال زبدة اللي هما زجمال عقم عمرين رحتو وزنتهم لكم و استعملو لافاني مليحه و تعطينو كهاشابه و رح نزيد ملعقة غلوكوز دقنا وصلت المرحلة نساهمكم شوفو إذا استعملتو الغلوكوز ديرو كي ما أنا كيلو غبرت اللوز ب 500 غرام سكر ناعم إلا ما توفرش عندكم الغلوكوز اتنحوه و ديرو كيلو غبرت اللوز ب 700 غرام سكر هاد الملعقة تال غلوكوز عوضت الميتين غرام تال سكر اختر كي يدير السكر و يزيد الغلوكوز و اناكو رحهم بها حناكولوا السكر و ما نقدروش هدي ميشي توما بسح نهار ديرو بها الطريقة حد ديروه تعادل السكر قدمت نقسوه قدمة مليح كي يناس ربي سامحات زيد السكر باش تزيد القانتيتي يخطر كين نضيفو كمية السكر تولي بعد ما تبانش مع اللوز بالصحة كارا ننكتروا بزاف السكر اشغل نغشو واللمها بالمازهر انا اللم بالمازهر ما نديرني سيرو نيوال و خطر السيرو يجي بزاف حلو خير و برك مازهر يكون مليح سخطويلة كان مقطر هاداك الله يبارك تجيكم هايلة و كي النوعية ما شاء الله تعالو مازهر هايلين بزاف سخطيك القرعة شغل زرقة بزاف هايل لمو بالمازهر و ماته عجنوش يعني قلتلكم اي في تي و كمية السكر اللي تكون بزاف اختر كي يزيدوها باش يربحوا الميزان و هدي راهي غش و هاكاك ميوليش غعلوز هنا لموها متى عجنوهاش يتطلق لو كانت تبقوا تعجنو فيه يتطلق الزيت ماشي كي مالوز العادي و انا حش نديرو مخبز و لا تزيريات و عمركم تخلوها تريح تمتم تخدموها لازم تسوق بلاس انا هادا الشوكولاد و كنفهمكم وجدتها مقبل هادا برك مونتا شوفو انا هنا اخذت شوكولاد تاختيني نوعية جيدة تحبوا ما في باربيك بيصون عادي جدا انا توفروا عند هادو ليمول ديروها كشوكولاد و ديروها في المجمد حكاية هادا الشوكولاد كيفاش سرعت انا دائما الشوكولاد فتدي بالقاناش مع شوكولاد اعتقلوا ليم لازمتك كنت خدمت مستمر بنيوا و كانت عندي هادا شوكولاد مجمدة كانت عندي مستمر تهمة قلت فلعا انا نسيها شوكولاد التي تضعها في الكنجولاتر قلت نحننج بها و نحشيها في القاناش انا شاركت هادا تهمة و شاركتها معاكم انا اخذت 500 غرام شوكولاد الشوكولة ماشي في جيكاو هدا حنديرو تعلي تخيف شغل قاناش مي قاناش شايد روحو خاليط بين السوداء وبالحالي بعمركم مديرو القاناش غير بالحالي بيجي حلو باش جيت تعادل تصيبوتو محلوه والقاناش تحال داخل شوية بديك المرورة تاع شوكولة نوع دوبت هديك الخمسمائة تغرام تاع شوكولة لي قتلكم خاليط بين السوداء والحالي سافي ميتين وخمسين ميتين وخمسين ضفت لها ميتين وخمسين سافي هيا شوكولة كلش 500 ضفت لها ميتين وخمسين كرام فراش نيسبة الدوسوم تاحا 35 بالمئة نخلطها مليح كما ن cần تشوفو سافي نصف الكمية عالشوكولة استعملوا الميزة اللي حبيتو مثلا ليدوا ان دبتم banget غرام شوكولة ديروا ميت غرام الالاكخام فراش دايما الالاكخام فراش اي μيزة استعملتو هي نصف كمية الشوكولة والشوكولة خلطوا إذا قدرتوا شوكولة بالحالي ببرك ما رحش تشدلكم سمعوني مليح لخطر الشوكولة اللي يكون فيها الكاكاو وهي هي اللي تساعد باش تجمد وإحنا الهدف تعنا من الشوكولة السوداء باش نعادلوا الأدواق هنا ينروح نوزنهم بين 18-17 ونحشيهم بهذه الشوكولة قلت لكم هنا في الوصفة اللي قدرتها لكم ودرت حالة وعجبتكم بزاف وطلبتوها واحد لألف ميساج جاني عليها وقدرت لكم منتعة شيتنوس قلت نصورها لكم ونشاركها معكم هنا يشوفوا كيف تكون شوكولة في الكنجلاتور تعاونكم بسرح نعطيكم واحدة نصيحة لا تجب دوش الكيمياء قطع الشوكولة ديموا لي وشوية لتخدموا بيهم خطر تمتم الدوب بسرح كيف تديروها داخل الحبة تعتوما خلاص ما تدوبش كما رأيكم تشوفوها هكا وما بعد شدوك تشكلوها هكامل عودوا رجوعهم الكنجلاتور بشي ساعدوكم في الخدمة بشي تتلق روحة توسخ لكم اللوس تقولوا ما تقدوش تخدموا هاد الحاجات انتوما ديروهم قاع من قبل انا كيفاش ندير هاد الحاجات نديروهم من قبل لقاناش نوجدوش وكونا نديرها تجمد زعما غدوا عندي كومونتعة هادون وجدوهم من قبل ومن بعد كل شي يكون عندي واجد بش نروح 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 اللوس لخطر كنت نفهم فيكم في اللوس قطع لكم ما تخلوش يريح تقولوا لي ما ترين كيفاش نديرو انتوما كيت وجدو كلش هاول قاناش تعيشوا كفاراهو جامد من الكنجلاتور باش تروحوا تحكموا اللوس ديلكم وتروونوه خطر اللوس تعتوما ما يريح بزاف ما يتعجن وبالاكو ينشف لكم ستخوني شوفوا والله غنمدلكم الوصفات من قلبي التسجيل هادا لكو تشوفوا فيه غير نعية فيه الخطر مخي يخدم باش نمدلكم قاع الأفكار اللي نقدر عليهم والمعلومات اوزنتهم خمسة وربعين والقاناش راكو شفتوه كان 18 وحشيتو بالشوكولة تحبو حتى تحشوها ديك شوكولة بالحبة على البندق احشوها الوصفة تشبه للوصفة الاولى بارك الوصفة الاولى القاناش درت فيه القاطو ودرت فيه البندق وهنا غيرت لكم صحيح نفسها والوصفة نغمال من الاولى خدمتها بالفندن مي وشنور اكو تشوفوا في الوصفة التاع الفاكية تاني مره درت بالفندن لا تصيبوش مثلا فندن ولا الغلوكوز كما تدرت هذه المرة عاودوا هذه الكمية تكملوها بالسكر مهم سكر الوصفة يجيكم بزاف هاي نقول لكم مكتش يجيكم القاطو بنين القاطو يجيكم بنين نهار تولو تحادلو في الادواق تعرفوا بلي هادي هنا حلوان نعادلها بهذا الحاجة باش تنقص الحلاوة لتمات جيكم هاي هنا اخذت هاي الكوبات من الاحسن الكوبات عليها تعاونكم الكوبات اللي حافة تحش لماذا كنتم بزاف يبحثوني وقالوا لي تشكينا ماشي كما تشكيلك الصح في نالمو انا واحد الوقت كنتم انطح في هذا الخطأ ندير بالموس مجيني الشابة هذه الفصوص هاي مجوني الشابين شوفوا عاودوا معكم حبا نفهمكم برق حاجة نفتحوها مليح ونحشوها وليقون يساعدوكم وإلا كنتم مثلا بيتكم ديركت وش تديرو اشاكو فوا تخدموا 4 حبات تروحوا وغسلوا باش هاي اللوز ما يريح لكم شو ولي ما يمدل لكم ش هاي اللي ساش في الحبة غسلوها مرة على مرة ما نبليقون انا نغسل مرة على مرة ونعود نشوفهم ونعود نولي باش جيني هاي الحبة ليس الكوبات هاي يقوت لكم اخشينا ملتحت شغل الحفة تحشوف اخشينا اهنا نعبر برك حتى اللي هنا راني نعبر عبروها هكا على ربعة ومبعد على ثمانية ومبعد باش تحدوا هدوك الفصوص عاودوا ونقولوا من الفوق للتحت هنا راني نحدد نخرج في الفصطة التومة هدا ما كان هو التشكيل يحتاج للبخاتيق يحتاج للتقبيق تاخذي قدامك وسي يلاخد وسي يبعد جينة السكر وماشي حاجة سائمة مشي حاجة صعيبة مشي سهلة مشي حاجة قاع صعيبة والله سهلة بزاف طبقوا برك عاودوا وحطوا قدامكم لفيديو وهذا ما كان وماذا بيكم هدك القاناش اللي راهوا من هيك هدوك اللي تخيف هما شغول اللي تخيف هدوك هدوك دخلوهم في الكنجيلاتون أنا بركيا عاني نصور دخلوهم جبدوا قسمة خدموا جبدوا بالخمسة بالخمسة طلقوا ندخلوهم يطلقوا رواحهم ويقولوا يطلقوا لكم فيدكم شوكولة ويفسدوا لكم الحبة شغول الحبة تعلو ستتسخلكم لا لا وهما كونجلي هكي خدموهم ومبعد كيتريح الحبة تعلقاتوا ديالكم كيتقسمو وتلقوا كل حاجة سيحة وما هيخرج لكم والو اللوز هو اللي حيحافظ على كلش تخلوهم تومت توحكم كي اللي يرمدوهم في السكر يمرمدوهم في السكر كل واحد شي يحب أنا هي حلوة ما نقدبش عليكم ما نحبش السكر نديلها هكي عناك بلندوغي هدايا هراه متوفر نديلها غير واحد طبقة هكي خفيفة هكي ونزيد عن نحية يمدلها يعني شكل شباب ما عندوش دوق و أليمانتاغ ولي يحب يتفاده ولا يديرها في السكر ولا ما يديرها ولو ما يديرها ولو يعني تولي عندها عبيش لمس هذه الجمالية تروح لها المهم كل واحد كل واحد لدي الحاجة اللي تساعدوا اللي حبها جي بزاف بنينة تعادوا على الأدواق هاي البزاف بالنسبة للورد أنا اللي درتو هنا يا كمون ديتو عند قسم أمبالاج راهم متوفر عندها كل حاجة والورد كيف ما تحبهم ولو اللي تحبهم الله يبارك عندها لشواء ما شاء الله وهنا كانت سوتنانس ديالها على بيها درت بهذا الورد العادي وكانتكون عندكم مناسبة ودرتب هاد الورد اللي فيها سوتنانس يبين بلي سوتنانس درت لتام أورانج جاه بزاف هاي لفي الوصفات الجاية إن شاء الله هنشارك معاكم قاوش درتلها حبت تخرج على العادة والفنا دايما النواغ النواغ هي خرجت عليه وشوفوا هاد الأورانج حال شباب دونك شوفوا لقاط ماشي تبودع ولا تنس تبع لتام كما هاد الأورانج هاد 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 عندها مع بيش مناسبة لغو بتاح أورانج ولا يتبع لتام مني عندهم سوف يكون واحد كيفاش يحب لان شاء الله هنشارك معاكم مرة وحد أخرى ستقوني نواعات كم غير ندير معاكم اختر سهل بزاف الورد أنا كي كون ما هاد تقليل تقليل سيليكون فحطي الطبعي تخرج هدا مكان شي حاجة صعيبة وشو يانا كخي يعني حاجة سهلة هادي هي وصفتنا لنهار اليوم انشاء الله هنكون خفيفة عليكم مطولت عليكم وقدمت لكم النصائح اللازمة وهنا وصلنا الوقت اللي نقسم فيه الحبة شوفوا لديك كزي شوفوا لديك البنة قسنتها قدامكم انشاء الله هتعجبكم وصفت اليوم السنة وني وصفت واحد اخرين كزاف هاينين قعوا وشدرت لها وشفتوا في الانستغرام راح نحط لكم وصفة بوصفة تستفادوا معنا ومعلي اقولكم تهله في رواحكم شهيدكم بالجنة مع سلامة